السيدات والسادة مساء الخير في حديثنا اليوم من مصر نفتح صفحة جديدة من كتاب الإبداع والفن الذي برع فيه المصريون منذ فجر التاريخ فن الرسم والتعبير بالألوان التي سجل بها المصريون تفاصيل الحياة بكل ما فيها من البيوت إلى المعابد إلى الأحداث والأنشطة اليومية التي رسموها على الجدران إبداع إنساني قديم وجميل أطلقوا عليه بعد قرون من اختراعه في مصر القديمة اسم الفن التشكيلي ومنه تفرعت كل فنون ومدارس الرسم والتصوير والنحت والجداريات وحتى اليوم مازال أحفاد الفنان المصري القديم يبدعون في كل مجالات الفن التشكيلي ومنهم ضيفتنا اليوم فنانة وأكاديمية وأول سيدة ترأس نقابة الفنانين التشكيليين في مصر نسألها عن فن الجداريات المصري التي تخصصت وبرعت فيه أين هو في الشوارع والمباني والميادين ما الدور المنوط بفناني مصر وشباب المبدعين للارتقاء بالذوق العام في بيوتنا ومدارسنا ومؤسساتنا التربوية والتعليمية كيف تتصدى النقابة التي تضم أكبر تجمع للتشكيليين المصريين لمظاهر التلوث البصري في شوارعنا ومبانينا عن الفن التشكيلي عن دور النقابة والفنانين في نشر ثقافة الفن والجمال في حياتنا حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم اشتركوا في القناة